المصحف الشريف الهاتف النقال الهواتف الذكية إذا كنت حائضا الحيض شيء كتبه الله تعالى على بناة آدم فالمرأة تحيض أياما من شهرها وربنا عز وجل قال يسألونك عن المحيض قل هو آذى فاعتزل النساء في المحيض فالحيض هو مانع من الصيام ومن الصلاة لكن بعض النساء يتساءلنا إذا كنا في رمضان شهر الصيام والقيام والمغفرة والرضوان ونحن محرومات من الصلاة ومن الصيام نشعر بفراغ إيماني نريد أن نملأ فراغنا هل لنا أن نقرأ القرآن؟ نعم المرأة تكتر من ذكر الله وخصوصا تلاوة القرآن العلماء يقولوا أولا المرأة الحائض تقرأ القرآن من حفظها أولا من حفظها إذا كانت حافظة تردد الآيات والسور لحفظها إذا لم تكن حافظة لها أن تستمع فهناك قنوات فضائية وهناك محطات إدعية تديع القرآن العظيم لها أن تختار ما تشاء وتستمع وتستفيد إذا تعذر عليها ممكن أن تأخذ الهاتف النقال ديك لابيس اللي مكتفى القرآن العظيم هي خليط فيها مجموعة ديالأشياء لا تسمى صفحة القرآن العلماء جلهم أفتوا بأن الهاتف النقال وأنا ألمسه وفي البروغرام ديالقرآن العظيم لا يسمى مس للمصحف لأن الحقيقة ديالك الشريحة هي صغيرة جدا فيها واحد مجموعة من التقنية معقدة فيها قرآن كريم فيها صور فيها فيديوهات فيها مجموعة أشياء مختلطة فالقرآن الكريم يبقى استثناء فيجوز للمرأة أن تأخذ الهاتف النقال وتقرأ منه وإذا أردت أن تقرأ من المصحف ذاته لهذلك بأن يكون بينه وبينها حائل لأن الآية الكريمة تقول وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه المس ممنوع المس فممكن أن أستعمل حائل كقفازات في يدي أو منديل وألمس المصحف وإن كان بعض العلماء كي قل لك المقصود بالآية ليس هو المصحف وإنما اللوح المحفوظ وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون يعني اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون والمطهرون هم الملائكة فتقبل الله تعالى من أخواتنا الفاضلات ونسائنا المكرمات ورمضان كريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر